مشكلة كبيرة جداً أنا بصراحة أنا دايماً مش عايزة أقولها بس هو لازم بعد المؤتمر الصحفي اللي قاله وهنتكلم في الوقت لكن هو بتعامل مع الزمالك من فوق قوي ودي مشكلة كبيرة جداً دايماً تصرحات كلها لا تمت للواقع بصلة يعني في كلمة كلمة دايماً نسمحها هو ده فعلاً انطبق على أستوريوم وما لازمت المؤتمر الصحفي أنا وقفت كتير من شوية على إنه هو قال إن إحنا عملنا مع أسكر أولايل تمام منشستر سيتي عمل مع أسكر أولايل وقفت بقى هنا وما قدرتش أكمل قلت هو الراجل مرتبط جداً بمانشستر سيتي هو طول الوقت أنا بلعب زي مانشستر سيتي أنا أنت قلت كل ما حلوة قوي قلت أنت مش جوار ديولا ولا الزمالك السيتي ولا أي فرق في مصر ولا في أفروكيات هي السيتي ولا حتى في أوروبا أنت قلتها وسمعتها وقلت ده حقيقي كمان أنا أكلمك فنياً كمان أنت بتجيب المخزون البدني بتاع أي لعب في أوروبا للمخزون البدني بتاع اللعب المصرية استحالة أنا النهاردة لما بجي أكمل على فترة العداد أنا ما بجيبش واحد مبطل وقاعد في البيت بقاله سنة لأ ده بيأخد فترة عشرين يوم شهر وطفر أي أن كان الفترة الراحة لكن أنا عارف أن اللعيب اللي طالع قدام النهاردة أو بيتمرم معي النهاردة ده عنده مخزون بدني فما قرنش واحد عنده مخزون بدني بلعب في الدور الإنجليزي بواحد عنده مخزون بدني في الدور المصري فحتى أنا بكلمك فنياً كمان مش مش عارات فأنت فنياً كمان أنت بعيد خالص عن الواقع الكواليت اللي معاك استحالة طبق بها في فكرة جوارديولا ده في ناس كثيرة بتحاول تطبقها في أوروبا مش عارفة تطبق فكره هو الراجل ذات نفسه جوارديولا لما بيروح يمسك أي فرقة أنت عمرك شوفت جوارديولا مسك فرقة في نص الجدول أو بتنفس على بوت هو راجل ليه فكره معين بمتطلبات معينة افتح خزنتك وهاتلي اللعيبة دي 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 عشان تقدر تنفذ لكن أنا النهاردة ما عنديش لعيبة يعني طبق أنا ما عنديش منع ان انت تطور من الكرة في الزمالك أو الكرة المصرية كلها لكن بمين؟ النهاردة تبزبر شوية انزل لأرض الواقع لا أنا اللعبة اللي معاك مش أحسن حاجة ما احترامنا لعيبة ناتي الزمالك القيد كمان أنا كمان ما اخترتش اللعيبة خلي اللعبة دي كويسة بس أنا ما اخترتش لعيبة القيد واقف فأنت بتطبق فكرك مع لعيبة انت ما اخترتهاش دي مشكلة كبيرة جداً انت هتنزل لأرض الواقع امتى انت ما تسمعش للجهاز الفني اللي معاك ما همتكلمه وده واضح جداً أنا يعني أنا مش بتاع عندي معلومة وعندي مش مش بتاع الكلام ده أنا بقول لك على اللي أنا شايفه دايماً بعيني وبحكم عليه صح انت النهاردة واضح جداً ان انت مش بتسمع للجهاز الفني انت ما بتذاكرش الخصم بصورة كويسة رقم تلاتة وأهم حاجة اشتغل على إمكانيات لعبتك ما تشتغلش على فكرك ما فيش حد استحالة النهاردة انت تكون راكب عربية فراري وما تمشيش بيها وما كرنهاش بالعربية الفات 100% دي حاجة ودي حاجة صحيح فانت النهاردة لازم تنزل لأرض الواقع ده اللي أنا ده اللي أنا يعني نفس اشوفه في نادز الزمالك او مع سوريو في الفترة اللي موجود فيها عايز اقفك عاقف معاك عن ده حاجة بهم جداً